يقع المنتخب الأولمبي الصيني في المجموعة B التي تضم اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وعد المنتخب الأولمبي الأولسباكي الفريق المصنف في هذه البطولة والمباراة التي لعبها المنتخب الصيني ليست مجرد اختبار لمستوى تدريب الأولمبي ولكنها توفر أيضا مرجعا للمباراة الأولى القادمة من دول المجموعات مع المنتخب الأولمبي الياباني أظهر المنتخب الأولمبي الصيني روحا إيجابية طوال المباراة في مواجهة نظيره الأولسباكي الأقوى وبعد المباراة خذ الفريقان ركلات الترجيح استعدادا لكاسي آسيا المقبلة المنتخب الأوزبيكي قوي جدا كما أنه من بين ثلاثة الأولى في آسيا لقد لعبنا بشكل جيد اليوم ولكن كنا في وضع سلبي نسبيا خصمنا اليوم المنتخب الأوزبيكي أنه بتأكيد فريق من التراز الأول في آسيا كان الشعور أن سرعتهم كانت كبيرة جدا لغل سببا لكثير من الضغط أداء فريقنا بأكماله جيد في الواقع ولكننا لم نحقق نتيجة المتوقع بعد من أجل الاستعداد الكامل لكاسي آسيا تحت سن 23 نظم المنتخب الأوليمبي الصيني ست مباريات ودية في غرب آسيا وحقق ثلاث انتصارات وثلاث خسائر بعد ذلك سيسافر المنتخب الأوليمبي الصيني إلى قطر لإجراء الاستعدادات والتعديلات النهائية لمباراة المجموعة الثالثة في كاس آسيا تحت سن 23 وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في كاس آسيا تحت سن 23 مباشرة إلى أولمبيات باريس وسيشارك الفريق صاحب المركز الرابع في المباريات الفاصلة للتنافس على التآهل للأولمبيات مع فرق من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم ترجمة نانسي قنقر